اهلا بكم في سبوتينيوز من المراسم التي تحرص عليها الرئاسة العامة للشؤون في المسجدين عن مملكة العربية السعودية من كل عام هي مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة حيث يتم استبدال كسوة الكعبة مرة واحدة كل عام أثناء فريضة الحج وعلى يد 160 فنيا وصانعا محترفا فبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجدين بمتابعة تغيير كسوة الكعبة وإزدال الثوب الجديد عليها استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي يوم عيد الألحى المبارك ويتم استبدال الكسوة بكسوة جديدة مكونة من أربعة جوانب متفرقة وستارة الباب حيث يتم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجانب القديم في عملية لا تخلو من مهارة وإتقان إلى أن يكتمل الثوب لتبدأ بعدها عملية وزن الحزام ووضع الستارة وتثبيت الأطراف ويعتبر مصنع كسوة الكعبة المشرفة أحد الأماكن التي تشهد زيارات منتظمة من معتمرين وحجاج وزوار مكة المكرمة للتعرف على طريقة صناعة رداء قبلة المسلمين قسم خياطة وتجميع الكسوة بمجمع الملك عبد العزيز يضم أكبر مكينة خياطة في العالم من ناحية الطول إذ يبلغ طولها 16 مترا وتعمل بنظام الحاسب الآلي وتبدأ فصول صناعة كسوة الكعبة المشرفة بجلب أجود أنواع الحرير الطبيعي في العالم على هيئة شلال بيضاء مائلة للصفرة حيث تستهلك كسوة الكعبة المشرفة أكثر من 700 كيلوغرام من الحرير الطبيعي تبلغ كلفة تغيير ستار الكعبة نحو 22 مليون ريال سعودي آخر قطعة يتم تركيبها هي ستارة باب الكعبة المشرفة وتعد أهم مراحل عملية تغيير الكسوة وبعد الانتهاء منها تتم عملية رفع ثوب الكعبة المبطن بقطع متينة من القماش الأبيض وبارتفاع يكون نحو ثلاثة أمتار تقريبا من الشادروان أي القاعدة الرخامية للكعبة والمعروفة بعملية إحرام الكعبة والهدف منها حماية الستار وهذه العملية أي تغيير ستار الكعبة استمر العمل بها منذ عهد بني أمية والعصر العباسي وكذلك عصر المماليك إلى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر